خلونا نبتدي على طول بمباراة السوبر اللي أكيد كل حضراتكم منتظرينها زينا كلنا الحقيقة يوم الجمعة جاي إن شاء الله طبعا موقعة كبيرة بين الأهل والزمالك على ملعب هزاع بن زايد وفي حضور أكتر من 20 ألف من جماهير الفريقين أو القطبين قطبية الكرة المصرية بعثتنا وصلت بسلامة الله إلى الإمارات بالأمس وحتواصل تدريباتها طبعا استعدادا لهذا اللقاء المرتقب وفيه شوية نقطة مهمة عحبين يعني نبتدي نتكلم مع حضراتكم عنها وقبل اللقاء ما يبتدي بـ 48 ساعة سيناريوهات المباراة أكيد كلها في حسبان الجهاز الفني يعني وارد جدا أن احنا نتقدم بهدف مبكر وارد جدا أن احنا نتأخر بهدف مبكر على كل الأحوال كده كده لازم تكون كل الحلول موجودة والأهم من ده كله السبات الانفعالي في الملعب ده اللي فرق معانا قبل كده كتير واللي أكيد حيفر معانا كتير في الفترة اللي جاية إن شاء الله إن شاء الله اللعيبة كلها طبعا يعني على أتم الاستعداد وكلهم عندهم خبرات دولية كبيرة يقدروا من خلالها لأن هم يتعاملوا مع ضغوطات ومع معطيات هذه المباراة بشكل إيجابي جدا أتوقع أن أكتر من لاعب حيتقلقوا إن شاء الله في هذا اللقاء والأهم ودي من ضمن المكتسبات اللي احنا عايزين نشوفها متحققة بقى فعلا يوم الماتش ده بصفة خاصة فكرة استعادة روح النادي لأهلي روح الفانيلا الحمرة اللي بتظهر دايما الحقيقة في الوقت المناسب واللي بنحقق دايما من خلالها كتير جدا من البطولات ونرجع للتاريخ ونتأكد من صحة هذا الكلام اشتركوا في القناة